السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل إذن شرح مقرر ميكانيكا 2 حيث وصلنا في المرة السابقة إلى الجزء الرابع من الوحدة الثالثة بعنوان الحركة الدورانية حيث اهتممنا بحركة دورانية لجسم موجود في المستوي XY هذا الجسم يدور حول المحور Z الذي يمر من النقطة O عموديا على المستوي XY طيب وقلنا سنهتم بجسم سمناه P يدور حول المحور Z إذن أول شيء نلاحظ أنه خلال الدوران الجسم P سوف يحافظ على مسافة ثابتة من النقطة O إذن الحركة هي حركة دائرية إذن نصف قطر الدوران هذا بالتأكيد ثابت طيب أيضا خلال الدوران حول المحور Z ستكون للجسم أو الجسيم P سرعة مماسة V تساوي DS على DT يعني مشتق S بالنسبة للزمن S هي المسافة التي تقطعها P النقطة P على طول المسار الدائري طيب إذن لدينا V تساوي DS على DT وإحنا اتفقنا سابقا أنه طول القوس S يرتبط بنصف القطر R وبالزاوية ثيتا بالعلاقة S يساوي R في ثيتا وقلنا أنه R ثابتة حركة دائرية وبالتالي فإنه V تساوي D الر هذه ثابتة إذن خلينا نسميها R capital نصف قطر الدوران في ثيتا بالنسبة للزمن بما أنه R ثابتة إذن V تساوي R في D ثيتا على DT إذن V تساوي R ثيتا دوت وهذا اللي شفناه سابقا إذن هذه المركبة هي على المحور U ثيتا كل هذا شفناه سابقا بس تذكير إذن نذكر بأنه في حالة الحركة الدائرية متجه السرعة الخطية V يساوي R في ثيتا دوت U ثيتا يساوي R ثيتا دوت U ثيتا طيب نقدر نكتبه V يساوي R D ثيتا على DT أيضا شفنا سابقا أنه هذه القيمة D ثيتا على DT ما هي إلا السرعة هذا كله شفناه سابقا ما هو إلا السرعة الزاوية أوميغا D ثيتا على DT اللي هي سرعة دوران الجسم P حول المحور Z إذن أخيرا رح نلاقي أنه السرعة الخطية V ترتبط بالسرعة الزاوية أوميغا من خلال العلاقة V تساوي R في أوميغا مثل ما قلنا إذن هي العلاقة بين السرعة الزاوية والسرعة الخطية بنفس الطريقة نقدر نبحث عن علاقة بين التسارع الزاوي والتسارع الخطي كالتالي أول شيء نقدر نلاحظه أنه للتسارع الخطي مركبتان المركبة المماسة A T والمركبة العمودية أو نسميه أيضا التسارع النصف القطري A R نذكر كل هذا يعني شفناه سابقا أيضا أنه التسارع الخطي A يساوي سالب راو في ثيتا دوت تربيع U R هذه هي المركبة العمودية أو النصف أو عفوا أن التسارع النصف قطري وزائد راو ثيتا دوت في U ثيتا وهذه هي المركبة المماسة A T عفوا إذن هذه هي A T وهذه هي A R طيب أيضا نذكر بما أنه بأنه هذه الحركة هي حركة دائرية إذن راو تساوي R ثابتة وبالتالي نكتب A يساوي سالب R ثيتا دوت تربيع U R زائد R في ثيتا دبل دوت U ثيتا أيضا نذكر بأنه كل هذا شفناه في حلقات سابقة ولما درسنا الحركة الدائرية الحركة الدائرية تذكير طيب هات نشوف هات نشوف كيف تكتب المركبة المماسة A T تساوي R ثيتا دبل دوت المركبة المماسة إذن A T تساوي R D تربيع ثيتا على DT تربيع إذن تساوي A T تساوي R D أوميجا على DT ليش؟ نذكر أنه أوميجا هي D تيتا على DT إذن بسيط جدا مرور من هنا إلى هنا بسيط جدا طيب إذن A T تساوي R في ألفا ليش؟ لأنه أيضا رأينا سابقا أنه التسارع الخطي ألفا يساوي D أوميجا على DT إذن أخيرا لقينا أنه المركبة المماسة للتسارع الخطي A T تساوي R في التسارع الزاوي ألفا تقريبا بنفس الطريقة A R تساوي سالب R ثيتا دوت تربيع إذن A R تساوي سالب R ثيتا دوت هي D تيتا على DT تربيع إذن A R تساوي سالب R أيضا نذكر أنه أوميجا تساوي D تيتا على DT إذن A R تساوي سالب R في أوميجا تربيع أيضا علاقة بين المركبة العمودية للتسارع الخطي وبين السرعة الزاوية إذا حبينا علاقة بين التسارع الخطي والتسارع الزاوي فإنه نبحث عن مقدار التسارع الخطي يساوي جذر تربيع A R تربيع مركبة العمودية زائد تربيع المركبة المماسة نعوض A R لقيناها سالب R أوميجا تربيع إذن تربيعها هو R تربيع أوميجا أس أربعة زائد A T تربيع A T لقيناها R في ألفا إذن تربيعها R تربيع في ألفا تربيع إذن بكل بساطة سنحصل على العلاقة A تساوي R في جذر أوميجا أس أربعة زائد ألفا تربيع وهي علاقة بين التسارع الخطي A والتسارع الزاوي ألفا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته